اي سر العلاقة القوية اللي بين حواكو بالرموز اهلوية زي كابت محمود الخطيب زي كابت حسن حمدي زي دكتور حسن مصطفى زي الحاجة جمال الجرحي المجموعة يعني مجموعة الصداقات والله هي صداقات اه قديمة جدا والصداقات قائمة على الاحترام وقائمة على الود وما فهاش اي مصالح يعني خدت بالك فيها ما فهاش اي مصالح طبعا ما فهاش اي مصالح وبس ومش مبنية على اي مصلحة فاي حاجة مش مبنية على مصلحة ومبنية على علاقة نقية مع ناس شيكاوي وناس محترمة جدا وناس قيم هي اصلا قيم يعني هي اصلا قيم بعيدا عن المراكز بعيدا عن اي حاجة قيم وانت لما بتقعد مع الناس دي وبتتكلم مع الناس دي بتحس قدي الناس دي محترمة انت الواحد اه انا بستفيد وانا بتعلم انا الدكتور حسن مصطفى والكابتن حسن حمدي دولة يعني اه حاجات اه رموز كبيرة جدا 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 اه انا تعلمت منهم حاجات جمد قوي وبعدين بسم الله ما شاء الله كابتن محمود الخطيب يعني راجل اه اه اسطورة فعلا فقى اخلاقه ايه وفحب وبعدين اه 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 كابتن محمود الخطيب عنده حاجة اه يعني مهمة جدا لازم اقولها ان ربنا سبحانه وتعالى محبب في الناس اي ايه 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 و PVC اوف بعدين غير كده بقى هو يستاهل ده. لان هو راجل مغزب جدا قليل الكلام جدا. آآ بيهتم بآآ عنده ضمير. بيخاف على الاهل اكتر ما بيخاف على بيته. بيخاف على نفسه. آآ بيسعى لمصلحة النادي بمنتقى القوة ومنتقى الامانة. آآ. وراجل بيشتغل بآآ بيحترامه وبحبه. ورب نيوفقه. وطبعا آآ شيء جميل قوي. فالناس الجميلة دي آآ الواحد لازم يفتخر بصدقتها ويفتخر بحبها. كلهم كانوا ما بدين امبارح دا ليه الشرف طبعا. 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 طبعا دولة صحابي وإخواتي وآهلي وده شرف ليا طبعا وشرف عظيم ليا. وبعدين آآ عايز اقولك على حاجة دا من رضا ربنا ان انت تكون آآ كل اصدقائك وحبيبك ومعارفك وكل الناس اللي كانوا موجودين. آآ. كلهم ناس قيادات جميلة في المجتمع بس علاقة بسيطة آآ آآ وعلاقة فيها الشياكة ورقي مش مبليه على مصالح. هو دي ام حاجة هي دي ام حاجة.